على الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها خلاص اتحل الإشكال انحل الإشكال هتسألني بعد كده تقول لي من مات غريقا كيف يعذب أو ينعم من مات حريقا كيف يعذب أو ينعم أقول لك لقد جعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح ما هي الروح صلبة كالحديد سائلة كالماء غازية كالدخان ويسألونك عن الروح قل قل الروح من أمر ربي وما أعتيتم من العلم إلا قليلة لا يعرف كنها الروح بشر لا يعرف حقيقة الروح أحد ولزال العلم الحديث مع ما وصل إليه في عصر الذرة عاجزا عن معرفة كنه الروح وجعل الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها الروح تنعم الروح تعذب والبدن تابع للروح في النعيم أو في العذاب الأليم إذن من مات حريقا من مات غريقا من صعقته الكهرباء من أكلته الأسماك من احترق يناله نصيبه من عذاب البرزخ من عذاب البرزخ ما تحكمش باء العقل في الحفرة الضيقة التي طرأت قل أنا لم أرى الحفرة اتسعت ولم أراها باقت يا أخي الأصل الرابع في غيط الأهمية الليلة إن سر المسألة وسر المسألة بأن نور القبر وناره وسعة القبر وضيقه ليس من جنس المعهود للناس في عالم الدنيا وسر المسألة أن نور القبر وناره وسعة القبر وضيقه ليس من جنس المعهود للناس في عالم الدنيا أنت تكون أحيانا في صحراء مترامية أو تكون في قصر شاسع وقد هيئ بأفخم الأثاث ومع ذلك تستشعر فعلا أنك تختنق وأن المكان من حولك يضيق عليك وكأن روحك أو نفسك يخرج من ثقب إبرة ما منا إلا واستشعر هذا هذا أمر في الدنيا فما يحدث في عالم البرزخ أعجب فنور القبر يختلف عن نور الدنيا ونار القبر تختلف عن نار الدنيا وسعة القبر تختلف عن سعة الدنيا وضيق القبر يختلف عن ضيق الدنيا وسر المسألة بأن نور القبر وناره وسعة القبر وضيقه ليس من جنس المعهود للناس في عالم الدنيا وضرب ابن القيم مثالا رائعا قال ينام الرجلان في فراش واحد في فراش واحد في حجرة واحدة وفي وقت واحد فاستيقظ الأول وعليه آثار النعيم ويجلس وقد تهلل وجهه وانشرحت أساريره وهو يقص عليك رؤية من أجمل ما رأت عينه يخبرك مثلا يقول لقد كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بل وربما يقول لقد رأيتني في الجنة ورأيت كذا ورأيت كذا الله أكبر ويبدو عليه أثر هذا النعيم الذي كان يراه في الرؤية من لحظات والآخر يصرخ وتألم وتبجر في الفراش ويستيقظ وأثار العذاب بادية عليه على وجه بل وربما على جسده ويقول لك بأنه كان في كابوس يحطم أضلاعه ويخنق أنفاسه وكان يصرخ ولكنه لا يستطيع أن يسمع أحدا لينتشله من هذا الكابوس كلنا يعلم هذا وكلنا يعرف هذا الشاهد الأول كان في نعيم وروحه في نعيم بل إلى الجنة صارت إلى الجنة ورأى وهو في فراشه لم يتغير ولم يتحرك ولم ينتقل ولم يشعر بأخيه الذي كان في عذاب إلى جواره وأخوه هذا لن يشعر بما كان يحياه الأول من نعيم هذا يحدث في الدنيا فما ظنك بما يحدث في حياة البرزخ أتصور بهذا أنني أشبعت عقلك أعتقد أنني خاطبت عقلك لتعلم يقينا أن الأمر لا ينكره عقل العقلاء فضلا عن الأدلة من كتاب رب الأرض والسماء والأدلة من كلام إمام الأنبياء وسيد الأدقياء الأصفياء والله لو لم أحدثك بمثل ما ذكرت الليلة وذكرت لك آية واحدة من كتاب الله وحديثا واحدا صحيحا من أحاديث الصادق رسول الله لوجب عليك أيها الحبيب اللبي أن تقول ما قاله المؤمنون الأولون الصادقون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لكنني تعمدت أن أخاطب كل العقول وكل القلوب وأسأل الله جل وعلا في هذه الساعة أن يحرك العقول والقلوب في آن بالتوبة والأوبة إليه بالعمل لهذه الحفرة الضيقة وأسأل الله أن يجعلها علينا وعليكم نعيما وأن ينجينا وإياكم من عذابها ومن عذاب الآخرة إنه لي ذلك والقادر عليه بتقول لي عاوز آية من القرآن حاضر يا سيد حاضر عاوز ذلك من القرآن ماش أقدم لك دليل من القرآن قال الله عز وجل في آية صريحة واضحة اتفق علماء أهل السنة خلي بالك أنا أقول إيه؟ اتفق علماء أهل السنة على أن هذه الآية في عذاب القبر بل لقد ترجم إمام الدنيا في الحديث صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا ألا وهو الإمام البخاري في كتاب الجنائز من صحيحه قال باب ما جاء في عذاب القبر أظن الترجمة وحدها تكفي ولذلك أقول علماءنا فقها البخاري في ترجمة فقها البخاري في ترجمة يعني إيه؟ يعني الترجمة وحدها مليئة بالفقه باب ما جاء في عذاب القبر خلاص أثبت هذه الحقيقة في هذه الترجمة البليغة وذكر الآيات الكريمة من كتاب الله والأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ معي وتدبر معي قول الله تعالى في صورة غافر في شأن آل فرعون اسمع وحاق بآل فرعون سوء العذاب عوزك تتعرف على سوء العذاب وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يا الله اللهم أحي قلوبنا وطهر عقولنا وزك نفوسنا يا أرحم الراحمين أو استسمع الآية ثاني الآية صريحة وضحة جدا فلقد ذكر الله في الآية عذابين ذكر الله في الآية عذابين عذاب البرزخ وعذاب الآخرة ذكر الله عز وجل في الآية عذابين عذاب البرزخ وعذاب الآخرة قال جل جلاله وحاق وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني صباحا ومساء طيب خلاص ده فين في البرزخ بدليل قول الله تبارك وتعالى بعدها في نفس الآية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب أظن الآية واضحة جدا والله في غاية الوضوح القضية مش في الدليل يا أخوانا ما أكثر الأدلة وما أنصعها وما أروعها قضية هنا في القلب لأن الهوى لا يدفعه الدليل الهوى لا يدفع بالأدلة ولو كانت كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها الهوى لا يدفع بالدليل ولكن يدفع بتقوى الملك الجليل تبارك وتعالى الهوى ملك ظلوم غشون يطمس نور العقل ويطمس نور البصر ويطمس نور البصيرة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر ماذا قال؟ هذا نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نجانا الله وإياكم من عذاب القبر وجعلنا الله وإياكم من أهل النعيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته